على فكرة بابا حاجة سترابيزة لعشرين فرد وشوف انت حابت تجيب مين معاك ولا ايه بالظبط هو جنة ولا بلاش ولا ايه بعدين مش كنت عملت خطوب عليها الايمة بدلت ترابيزة والجو ده احنا متفقين ان فيه ريسابشن وبعدين احنا متفقين كمان ان الفرح بيننا في النص مش كده؟ خلاص يا ستين ولو مفيش فرح ولا خطوب المهم ان احنا مع بعض يعني ايمة مفيش فرح طبعا ههام الفرح وفرح كبير جدا كده طبعا احنا هنلبس الدبل في البلد بابونا هيجي يصلي عالدبل وبعدين هنطلع نتعشف اي مدينة سانيا 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 ايه؟ احنا هنعمل جبانيوت صاف؟ لا ده ليه؟ بابا مش عايزي او يعني ايه مش عايزي؟ وليه مش عايزي؟ انا مش فاهميك انت بتدور على مشتولة دلوقتي ولا ايه بسان ايشان الجبانيوت دي حاجة رسمي لوجودنا مع بعض بابا ليو ديك نوزر في المرض اه عشان ما تحسى مش عليك خطوبة ايه التخلق ده؟ ايه يعني ايه تخلق دي؟ في حدود في الكلام بيننا على فكرة تمام تمام كلمات الشاعر؟ اسمه كلمات الشاعر؟ ده اسمه ولا وظيفة يا عم الحج؟ اللي اتنين يا نجم ابوه الله يرحمه كان اسمه الشاعر كان راجل معفن كان اكبر حرامي كلمات في السوق ايوة عم حجة تابنت جايب لنا ابنه ليعدة باللمواغزة يعني؟ لا واحنا نقصين سرقة ابنه حاجة تانية يا نجم ابنه ابنه موهوب بجد ايوة ابو ده هيتكتب اسمه ازاي على قلبه ده؟ هيتكتب ازاي؟ الاغنية اسم الاغنية اسم الملحن كلمات الشاعر كلمات الشاعر اهلا سلام عليك يا حضوات اهلا باكبر مبدع في مصر بالموهوب بجد اقدم لك النجم عربي حمادة النجم الفحل اهلا باختصار كده يا عربي انا رشحت لك اكبر مبدع وموهوب بجد عشان يعبر لك اغنية مفخخة اغنية تكسر الدنيا رب بنخليك لينا اه ااسوبكوا كده تحطوا اغنية كده وتألفوا اغنية زي الفل كده عظيبة واجلكوا تانية سلام مع السلامة يا حجي ها قل لنا بقى يا ستا ايه اللي عندك عندنا حاجات كتير تحب تسمع ايه؟ بص بقولك يسيبك من الحاجات الكتير والكلام الهاكس ده كله انا عايز اسمع حاجة كده فيها موضوع انا عندي كلمات ذهبية كلمات عاد تكتب فيها ثلاث سنين الاغنية دية هي دي اللي انا عايزها ما حد سمعها قبلك قبلك كده خالص الاغنية دية اسمها الحب الحقيقي بجد الله اه حلو الاسم قوي بس معلش يعني ممكن نغيره عشان خطر الفنان محمد فقد ما يزعلش مني انت عارف يعني احنا في الوحيد ويزعل ليه بها؟ هو كان محمد فقد اشتعل حبه كله لوحده ولا ايه؟ طيب بس بس هدي اعضائك ما تزعلش قوي كده انت اقول وانا هسمع هسمعك وامي لله ما طلعيتش لحد ابدا الله عليك الحب الحقيقي اللي بجد بيعيش يا حبيبي بجد بيعلمنا نسامح بجد بينسينا مبارح بجد بيعلمنا نفكر دايما بجد في ايامنا اللي جاية بجد الجد بص بقى سيبك من الجد اللي انت عملت وقوله دا انت عندك كل حاجة جد جد كده مابيش حاجة هزر وانا حاسس ان الاغنية دي ملمسة شوية ما حفوقش بالعكس دي ملاش دعوة بجد طيب بقولك ايه؟ انا عايز اسمح حاجة تانية بس بجد طيب انا عندي اغنية فوتو ستوب يعني ايه؟ يعني اغنية كده متصوامة تلققنا فتنهة بذبسها كده طيب قول اغنية دي يا سي دي اسمها اسمها يابتوع الهنقلايث يابتوع الهنقلايث، الله عليك، هو ده. اقولي يا نب اسمها يا سيدي انا قلبي تملم احشي يبتوع الهنقلايث ايوة والحب فقلب يمشي يابتوع الهنقلايث ايوة اديني كمان اقول الفرح هنقلايز الحب هنقلايز الشوق هنقلايز هنقلایز مش كننا عادنا في اي حتة بوربعد القاعدة البيت دي مالها قاعدة البيت أنا بحبها جدا لعلك ليحبيها عندك ششة بحبهاش عادي عامbu كونشبتي ششة خلص أه بتصدعني وبتدوخني وتقلب لي بطني يا سلام يعني خمرة وحشيش وسجال وديك إيه إيه ما تحلي صوتك أكتر بابا قاعد في الفيلا اللي جن بيدها لسه ما سمعناش أهو طب إيه الزهقته بقى شوفت الجوانتي لون اللون شاو يا سلام عشيك والقلاجة طب إيه هنفضل عادين كده ولا إيه بقى يعني بتيجي نعمل ببكورن ها عنك لبان بطرقة؟ لأ عندي سمارة قوم يا خيفة قومي يلا ها قولي أخبار يومك إيه؟ أنا ست يوم النهاردة كان زفت ستالي يا رب ليه كده؟ يعني شوية مشاكل في الشغل ده بحكي لي بحكي لي كده بس أنت كامح لا ألوص أنت حر أنا عن نفس يومي كان لطيف كده ده على أساس أن ينتي بتحلي الدمي مسلا؟ أه ما تحكي بقى خلصي مفيش في راجل لازم يقدم البرنامج اللي عاملة وأنا أصلا مش عارفة قبله ومش رادي قبله خلصت وزفيه شو فيه واحدتين؟ ما ينفعش عاملة جيل يا ستي مع القناة إن أنا لو عارفتش أن أنا أقنعه يقدم البرنامج جيبة مش هتأخده معي أصلا النهاردة قبلته الصبح بالله عافية قالي هيكلمك وديته رقم تيليفوني للأسف طبعا ما تكلمش عايز أفهمك كمان هو معميش موبايل؟ ما قلتش على تيليفون بيته؟ إنتي حصك نخص صح اسمه إي راجل؟ اسمه حمزة البسيوني بتحذر؟ أه اسمه حمزة البسيوني حمزة البسيوني؟ بتاعنا دي اليابس السفير؟ أه انت صاحب بابايا جدا بتحذر؟ تشكهين جد؟ أه الله لا يا شيخ هبقى خليه يكلموني إيه هبقى خليه لا حلم تكلمين دلوقتي؟ لا هو لما يروحه خليه يكلموني لا كلمين بالوقتي مش معك تيليفون؟ انت بتصرفها على إيه؟ مش معك يمعك تيليفون ماتكلمين؟ والله عشان فقط ما تبقى؟ سمينا ألو ألو يا بابا أه يا حبيبتي ما أقول لك يا عايزة تلبيناك خدمة؟ انت بكلماني عشان كده بس؟ أه قولي يا ستي أه حمزة البسيوني صاحبك أه يا صاحبتي بتشتعل تقنية وعايزة يأدن برنامو بس هو بيتهرب منه ممكن تكلمه كيز؟ ايه يا صاحبتك مين؟ ايه يا بابا اي الشازلي ايه يا الشازلي بتاعت المدرسة؟ ايوة أخبارها إيه؟ سلميلي عليها قوي 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 بيسلم عليك سلميلي عليها قوي قوليه إنها هجيلة بمخصوص بس ونبي عاقل خليه دلوقتي يتكلم على طول حمزة البسيوني عشان خطر حاضر بتسلم عليك يا بابا هتعمل إيه؟ في إيه؟ حمزة البسيوني حمزة البسيوني؟ أنا كنت ممكن أتكلم معاه من أسبوع فات لكن اتخنقنا خناء رب السماء هنا في النادي ده شتامني وشتامته ده أنا كنت حاوم أضربه لولا أونكل منعم هو اللي حشني اتخنقته ليه؟ ده راجل قليل لأدم بيسرق في الطاولة يا بابا دي طاولة يعني موضوع بسيط جداً لا أنا بقولك الموضوع قلب بجد شتامني وشتامته أنا لا يمكن أكلمه تاني ده راجل بدي ستين خالص 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 ما تنرفش نفسك مليش؟ تبيتفكرين حاضر أوكي باي خلاص هيكلمه هيكلمه قيمة لما يتسأل لما يتسأل لما يتسأل هايبتي لقداني خمس سيام لو راجل ده متعقدش مع القناة أنا تمام مش هتعاقد طيب بقولك إيه؟ انتي تعرف عنوانه؟ أه طيب خلاص رحيله بيه؟ ما عدرش أعمل كده راجل ده أصلاً ما عرف عنوانه ممكن يهزق أي حد بالك؟ ما عبوكي أصلاً ما في الحابة ده؟ ما فيش راجل قليل زوء لقد ده ربنا إلا حمزة بس يومي مش هتغسالي حيبا لو رختي رعا ما عدرش أعمل كده خلاص انت حرة تعالي نفتح ده يلا في شخص ما أنا بداية بقى بجيبيلي كل سلكس بس بنتنكريش ان البوبكونت أخفا حلو ودايدة كمان انت جايبا معاك؟ ما لا لاحظت مبارحة ما عندك الشيشة قلت جيبش اجتماعي؟ واحدة صاحبة مزاجة هجبت تبهم بقى طبعاً انتو كده قلبتو هالي غرصة رسمية يا فضل الله يا عشان تبقى غرصة خامرة وحشش ونسل 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 هتقولك دلوعتي وكي صوتك لحسن بابا يسمع في الفيلا الجنبينا على فكرة للمتها دلما بتردس وشوعي لكي احتمال انها هتيجي ما عمتلي كلككة ان، ااحنتلي كمان أحكي ليك نقطة الدحاق أوي كان في واحد نعم متأخر أم لأي الحلم أنت ده يا لأ إيه الغلصة دي غلصة حتى في نوجة ديك إيه الغلش اللي إحنا فيه ده لا بس بجد بقى قوي انت جاي مرواء قوي كده ليه كنت بتغدى مع أحد الأصدقاء أحد الأصدقاء استعرفة أحلى وقت في أي علاقة بيكون في بدايته أول شهر بس بعد كده بتقلب هبل إيه الهبل اللي إنتو فيه ده لأ طبعا ممكن علاقة كلها تبقى حلوة لأ هو في البداية بتكون حلوة بعدين بتقلب غامل ليه يا بنت؟ من غير ليه أنا تعودت عليك كده بلعب فيه كده؟ نعم مش فيها قوي ما لهم بقى أنا أبويا ومي مش متعلمين يعني أسلوبهم يختلف عن أسلوب الناس اللي عرفهم تصوري لما حبيت أهله ما وفقش علي عارفة لي؟ علشان أهلي أقل منهم ثقافيا لأن الوقت كان قابو دبلوماسي كبير هو بالعلم يا بنتي ما ياما ناس متعلمة ومتقلعهمش من جزمتك وبعين أنت أبوكي وأمك دول ناس طيبين جداً وأبوكي بالذات قصة كفاح ناس كتير جداً تتمنى تبقى نصه مش زيه قولي لها يا قاية الراجل الحيوان بتاعك ده شوفي قليل الزوء قد إيه؟ ما قلو متعلم ودن ناس ودبلوماسي هو شخصية عامة وسأ دائماً بقولي على الناس اللي بتحكم بالشكل ديت والمظاهر شخصيات مريضة أنا بقى كده شكلي معودة بالناس المريضة ليه؟ هو صديقه ده كده هو كمان؟ ده قالوا لقلنا أكتر من الأولاني أصلي أختك مرزوقة بالدبلوماسيين يعلمك مش شرط صابعت مش زي بعدها إيه ده؟ إيه الكئابة دي؟ مالكو قلبتوها غم كده ليه؟ مالك يا بوبا؟ فاكرة يا بوبا؟ ميس مين اللي كان بتقولك كده؟ ميس عطيات بتاعت الرأس؟ يا ريتنا مكبرنا كلنا صغيرين أحلى او الله يا عندك حق يا ريتنا مكبرنا إيه الهدل اللي انتو في ده؟ كل سن وليه حلوت وانتو بس اللي مكبرين الموضوع طب واحدة وأنا عارفة إيه مشكلتها والتانية فصلت فجأة طب أقولكم حاجة؟ مرة واحد عارف إن الجلد موضى نزل عريقان ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه موسيقى ماذا تفعله؟ انت جنت يا مد؟ لا، انا اشتريت بدلة الله، جميلة دي ماركة مش مهم الماركة المهم اللي هيلبسها هو انت من قيمة كنت فتفكر كده يعني يا مومة دي بدلة خطوبتي لازم تبقى سبيشال يعني تتدوبها في عرق العافية حبيبي عرق العافية؟ يا امي دي بدلة الخطوبة مش بدلة الشغل اه، بابا جان حجزينا تربيزة في جيدة بليماريوت احنا لينا عشر أفراد وجاء على نفسك كده ليه؟ يا مومة هم ليهم كمان عشر أفراد كلمين خالت يا زمية، خلاص؟ احنا الأول هنروح عندهم نصلي عالدبل وبعد كده نزع الفندن نصلي عالدبل؟ هم مش هيعملوا عقد الجابنيوت؟ نا مش هيعملوا المشكلة المشكلة يعني؟ انت أقبل؟ ايه اللي يثبت انك جاي بالشبكة غير الجابنيوت؟ يعني لو فكيت، ايه اللي يثبت انك انت جاي بشبكة؟ يا مومة هو انا متجوز واحدة من الشارع هتضرب على الشبكة وبعدين مش نوا سيب جاني افرد هاي اللي ثابتك هتعمل ايه؟ بنت انت جاي بشبكة بستين ألف جنيه؟ ربنا ما يجيب مشاكل يا مومة وبعدين استحالة تاخد الشبكة أصفا هم مش عايزين يلتزموا بأي حاجة مش فاهمة يعني عادي يا مومة ما تلقيش ابتك أسد يا وده انا عايزك أسد بجد مش علشان جاي علشان تخرف تعيش في الغابة اللي احنا عايشين فيها دي تشايفاني يا رنبول ايه؟ فشح بنت أسد بس الأسد سعت بيضي ايب عليكي ايب عليكي في قصر بني خليكي بني خليكي حفزة باشا يا بحكة عزكة بحكة الأخبار تمام يا باشا راضية تحددتها جلسة كمانة أربعة ديئة إن شاء الله ترني آخر جلسة بغت من فضلك انت المرة اللي فاتت قلتلي ان دي آخر جلسة هنعاوزك تبقى واضح ومحدد معي في الكلام يا راشد تمن استحقى تتأكل تاني إن شاء الله سعر الخير يا سيد الحمزة طبعاً أنا بعتذر من البداية إن أنا جيت لحضرك من غير معايد بس يعني كان نفسي إن أنا قابلك بكل الطرق الشرعية وطبعية لتكلم في التليفون أخذ من حضرتك معايدة أنا عارفة طبعاً أنت مشهول بس مواضح إن حضرك مش هتكلمني حتى أنا عارضة الصبح ديت لحضرك رقم التليفون ما كلمتنيش آه أصلاً أنا قطعت الكارت ورميته في الزبالة تمام؟ طب كنت تقولني يعني إن حضرك مش فاضي مش هتكلمني في التليفون طب حضرك أسمع أنا عايزك في إيه؟ مش عايز أسمع طب ليه مش عايز تسمع؟ انت ما بتفهميش ولا إيه؟ لإني مش عايز تراشتي؟ يا أستاذ حمزة اختصارنا جاي عرض على حضرتك عرضة مهم جداً هتقدم فقرة ببرنامج مهم وبعدين أنا عارفة طبعاً أنه دي حاجة سهلة على حضرتك ممكن تعملها وأي مبلغ أي مبلغ حضرتك هتطلبه هيجيلك هيوصلك أستاذ حمزة أستاذ حمزة تنامت خلصتي آه بس يعني فيه لسه حاجات كنت عايزة خلاص قلتلك مش عايز امشي طب والله ما أنا ماشي وهكلمك بالزوء بالعافية هكلمك طب وقولك على حاجة بقى قادي قاعدة ومش ماشية مالك قرفانا ايه هدي لهانم قرفانا لا تحت كده لازم نهدم ونعود ونشرب سجارتين ماشي أقدر أتكلم ما تتكلميش مين قالت اني هايزاك تتكلمي هم تتكلميكي نفسك في السطاف بتاع مبارا مش عايزة تقولي هم روائي عايزة تتكلمي العيال سألوا عليكي على فكره حيبة كلمتني وقايي كبير هم عاملين ايه كويسين عندهم مشاكل مالكو يا عيال انتو بايتو عاملين كده ليه ما كنتوش كده مالكو فاكرة أول يوم جاتلك في البيريد نعم في كده في كده قومك قالتلك ايه قالتلي ما تخفيش انت كده كبرتي وانا كنت دايما بشوف الباد عند حجان بالميكوب فالوضوع ارتبط بالنسبالي حبر واستخدم الحاجات دي اسألي ليه حصل فيه بنت معالجها عندها عقدة من الدم قتلها البيريد تخيالي بقى قوليها ما تخفيش قوليها ان الموضوع ده بيحصل لما تجبر وطبيعي انه يحصل شو لما تجبر بتقدر تجيب بيبي حلو الحجر اللي في ايدي الدم ومعفروض انه بيجيب الحظ بس الظهر المفهول وبعض ميه اللي حدد دي الحظ جواك يا بنتي بس كل حدا في وقتها زهدت من كل الكلام ده مش قادر اسمعه اكتر من كده انا بدور من اجيب اي بيها لشان ونفسي بقعه بس انا مبيتش طيقة مش طيقة مش طيقة زيفة ولا هو بطيب وعلي سجيب منه بيبرا وكل حاجة عكسة بحض مشكلتك انك برج الجوزاء رواقي بقى هديل انتي لازم ترتبي حياتك الاول علاقتك بجوزك مش مزبطة لازم تزبطيها وماينفعش تتطلق عشان انتي يوصيف اللي بينكم كبير جدا انا مرضيتش اتدخل مبارح وانتي بتتكلمي قدام البنات عشان مكنتش عايز اتكلم قدامه بس انتي اللي في ايدك انك ترجع جوزك وتزبطي علاقتكو انتي هديل مش حد تاني ها عشان مش هقولك ازاي عشان انتي اكيد عارفك مش قادرة واخوه مش عايز يساعد عناس يبقى مش زمه زمه الحاجات دي يا بنتي يفيهاش كرامة ابدأ انتي عادي يعني وبعين سجارتي اتطفت هاتي نفس من عندك دي كمان مفيهاش كرامة على فكرة نفسين كمان حلا اهي صبح انا حمزة اطلع خد الزبالة عالم زبالة الزغير خاكر نفسه كدير والتافت خاكر نفسه بيتهم وعينة ما تسواش فكرة دفسها مرة وانتي ملقيتش للراجل المجنون دا وتتكلمي معا ده مجنون كرازي واجل مجنون مين يا ستة يا مجنون انتي اه يلا غوري وانا ما تاخدك كان يوم يسود يوم ما جيت في العمارة اكتك ستين ميلة اعلم عن جابك انه غدا اللي انا غيره قريب انا مقولش حاجة انا عادة فهي عارفة كويسة اولا بتكلم عن مين وحاق امك لتراضي خنت وابنك اتفاق معك ما يجعل الله على الالفاظ وانا اقول البلد خربت من ايه مهدي الدبلوماسيال ما عفنا ايه يا حلو اول مرة تسمعي الكلام دا اعلم زبالة يا حمزة باشر انا صبح البواب عايز حاجة تاني لا يا صبح متشكل خد كيس الزبالة وبالمرة في زبالة عندك عالسلم خدها في ايدك ماشي تطر خيرك عم صبحي تعال اقمرين يا ستاني اريدك فروش تجيب لي حاجة عناية بس كده خد روح جيب لي اتنين بيرة كنز استغفر الله دا منكر ستاني انا ما بشتغلش في المنكر طب جيب لي اتنين وخلي الباعة عشانك بس كده عناية يا ستاني بقولك ايه حمزة بيه عين عندي اربعة مشابارين مية مية اجيبلك منهم اتنين واجيبلك هتجبنة وشق التطيخ تمزمزي بيها ايه رأيك ميش بس روح بقى يلا زبطني ايو امرك يا ستاني السلام عليكم عليكم ضرب الباقي ابن اللازينة أمس الكلام سأرى مكن يكون صح مغول مختلف يا طارق عن اللي فات ايه 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 دودة ازاي كروح امان صاري والعيل فان صارة بتتكلم في التليفون والعيل روح لا لا يا الوطة دي مستنينيش لي انتي مالك مالك فيك حاجة ايه السجرة دي حلوة قوي مصطولة جدا وانتي لازم تبطلي القرف دا شوية ليه عشان خطر على صحتك جدا مين قال كده على فكرة انتي بكلمي دكتورة حيبتي مش بيحطوا ساعات في الأدوية اللي احنا بناخدها مش في بلاد بتبيعوا ليجلي لا مفيش لا فيه امستردام احضي نفس اذا كان كده فيش مشكلة اوكا كده يبقى صحة فل ايه دا؟ شوفتيه انا قلت ايه؟ شو شو احشتي ايه ايه دا يا بيت؟ انتي بيت مش بيحطيش هدي الاقلعتني اه بيت دي بتتلكك بقولك يا شوفيلي اي حاجة اشربها عشان انا يعني رجلي دابت من اللف جبت البدلة؟ اه بعد ما طلع عيني اه ليه؟ البيكان مستغليها ليه؟ هي بكام؟ بربعة تلافة قال لا؟ طب ما عندي حق طبعا ما انتي مطلعة عين ومصريف وشبكة وسبالة على دماغة قال لا؟ شو اللي عايز تجوز؟ اما انك بيت زبالة صحيح ويعيني الغالبان طبعا مش قادر يتخانق معاك وانتي اللي بتتخانق معاك العادة مش قوي كده لسه دبين خنق مع بعض عشان البدلة برضو؟ لا بابا مش عايز يعمل جبانيوت وهو عايز ايه هفلة دي؟ ايه هفلة مالك؟ يعني ايه جبانيوت؟ جبانيوت سروحي يعني نص إكليل ei ملها دي يعني ايه نصإكليل نصإكليل يعني بنعمل عقد للخطوبة يعني جابأنيوت هاة قليل شئ منما أسفل أنه خبير أن نعمل عقد للخطوبة ونرجع نفسكه قمة مواضيع جيد طب ومين هيكتب الجبانيوت دلوقتي؟ ها؟ الجبانيوت سيبت منها دي مصطولة سيبت يا حبيبتي لأ إيه اللي حيزبت إنه هو جابشة؟ الجبانيوت دا عندهم زي القيمة عندنا دافوا عليكي شاطرة ها؟ أوي حاجات دي بتمشي عندنا حب دي كده لو حصلوا ما كاملناش مع بعض أكيد هراجع له شبكته مش هقولها عليه يعني ياه التفاصيل الكتيرة دي في الجورس هي اللي بتناف كل حاجة سواء عندنا أو عندكو حاجة مستفزة جداً البت دي ما بتحبش خطبها وبتمثل علي أنا مش عارفة إذا كنت بحب أعماد ولا لأ نعم كل واحد في حياته عنده نسبة تمثيل أنا مبقزيش عميت وبعدين هو مبسوط مبسوط بطريقتي كده معي يعني مصلحة يا حلاوة ممكن هو مبسوط معي كده وبيعمل اللي أنا عايزه يعني أنا الساعة بفكر فيه الساعة ببقى مبسوطة معي بس مش دايما مش كل الوقت نعم بس دي أسباب مش كفاء علشان الجواز أنا هتحب يا بتحبي يا أنا بتحبهوش هو دا اللي أنا هم أعرفو هم آم ساعة بيكون في الح limite وبردو جواز ما بيبقاش جواز هم ساعات بيبقى في جوازه بس انا بيبقاش فيه يعني برضو زي ما اقول هي مصلحة وبعداً في مصلحة يبقى ايه؟ ايه؟ تبقى بكل واحد يعمل اللي شايفه في مصلحته موسيقى انا مش عارفة ازاي حضرتك لا 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 حضرتك ايه؟ انا مش عارفة ازاي انت بايت دبلوميسي ولا حتى جدا وزلت انت مشيت من قدام وزارة الخارجية في الشارع قدامهم كده ده انت بتورفو كده قبل ما تسمع مش تسمع اسمع 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 عايز اقولك ايه؟ وبعدين ارفض حي الله كانوا بيجبوك في البرامج تقول ليش كده تبلاش من غير الفلوسك تيجي وتعود ترغي وتتكلم وتتخانق وتتعصم وفي الاخر يقفلوا عليك الهوا يمشوق يبالك فرصة عمرك برنامج تتكلم فيه دي ما انت عايز ومعادش اي قطع عليك كنت هتاخد فلوس كمان رخيصة مش رخيصة وبس كمان فشلة زي البرامج اللي بتقدموها بالزبط انتو شوية جهلة ومدعين وبتقدموا جهلكم لشوية جهلة زيكم للأسف انت عارفة اني اوسخ وقت بقضيل لما اتعامل مع امثالكم شوية جهلة بيقدموا اعلام لشوية جهلة زيكم وللأسف اللي بتظلمه هم الناس المحترمة وانا وانا بطلع عشان اتكلم عن الناس دي يا محترم بتتكلم عشان الناس المحترمة احب اقولك بقى ان شوية الناس الجهلة دول هم اللي عرفوك بكل اخطائك وسلبيتك وخلوك مشهوك ده انا ما كنتش اعرفك انا ما عرفش انت مين اصلا ده انا قالولي واحد اسمه حمزة ماشي كده الناس بتتكلم عليه بيعمل مشاكل بس في البرامج واشتموية بيجبوك عشان كده ولا انت اصلا فاهم حاجة اه الناس ديت بقى كانت اي كلام بتقولوا غلط كانت بتصدقك عارف ليه دي عشان الناس جهلة زي ما انت بتقول اهم الجهلة دول بقى هم السبب في ان خلو عندك رصيد واسط الناس هم انت عارفة ان انت قليلت الادب وبتربطيش ما طبعا اي واحدة مشهلتية بتبقى اخلاقها وصخة زيك قاعدة عالسلم نص الليل قدام شاقيت راجل غريب وحيشوف اي حد يفتحلك يمكن يريحك امشي بت انت راجل واطي صدق ان انت راجل واطي ومنحط وليل الادب وانت لو اخر واحد هشتغل معه مش هشتغل ينعل ابوك راجل قاذر انت متعلمتنى ايش في الخارجية ولا في بيته مكوابوك أنا عمري ما ضربت واحدة ست بس واضح أنك غيرتيني كتير تبرأ يا ابن الكلب يا واطي يا ابن الكلب يا واطي بتدربني تفو عليك تبرأ تفو عليك تفو عليك راجل واطي تفو عليك يا واطي تدربني أنا يا واطي يا سبهنا سبهنا أنا 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 أتدرب من واحد زيك واطي هذا غلطانة غلطانة أن أنا هريحني واحد زيك أنت مش محترم حقير فيه ناس كثيرة بتقدرني وبتقدر شغلي أنا هتكلم بالناس اللي بتقدرني وبتحترمني مش واحد زيك واطي أنا هقف أنا هتكلم بالناس اللي بتقدرني أحسن منك عظيمان عمل فيها فين وهو كمان راح فين آه هوريك فعلوا أحسن منك أحسن منك أحسن منك أحسن منك أحسن منك